السلام عليكم مرحب بكم النهاردة الدرس 29 من سلسلة grammar مفيد useful grammar والنهاردة نتكلم عن باقي تكمل الدروس الموديلز والنهاردة معادنا مع مية ومية الدرس الاول الاثنين بمعنى ربما ويستخدموا عشان الاحتمالية درس النهاردة درس السهل استخدموا موجود كتير وما فيش في صعوبات خالص نشوف مع بعض ان شاء الله يطلع كويس درس النهاردة مية ومية ومية لنبدأ من هذه المثال لن تبحث عن باب لا أحد متأكد من أين هو لكن تجد بعض الوصولات انت بتدور على باب وما حدش عارف هو فيه بس انت كم اقتراح كده حدق لهم لك من ضمن الناس حد قال لماعناها احتمال يكون في مكتبه احتمال يكون بيت غده اسأل آن يمكن تكون عارفة يعني كلهم معنا احتمال ربما يعني غالبا تقدر تستخدم may or might عشان تقول ان في حاجة هي عبارة عن احتمالية احتمال يكون صح احتمال يكون صح دي بالنسبة للنفي حط not يعني مش فيها فكرة صعبة طيب لستركش كل الفاعل اي و هي وشي و ات و يو و ذي بتحطرهم may or might عادي خالص و not مفيش مشكلة يبقى بعضهم على طول الفعل في المصدر ايا كان الفعل ده verb to be او do طبعا verb to be بيجي بعضه اما ing او صفة او اسم او تصريف ثالث والافعال التانية بتيجي زي ما اي عادي do no have want يعني تقدر تقول i may not be doing i may not do او no كلهم صح section b for the past to use may have done may have done و دي استخدام مهم جدا و هتلاقي غالبا متكرر مع معظم المودلز لما تيجي تعمل الاحتمال يدي في الماضي زي اي i wonder why k didn't answer the phone انا بستغرب لي kai مردتش على التليفون she may have been asleep احتمال كانت نيمة perhaps she was asleep i can't find my bag anywhere مش قدر الاقي شانطتي في اي حتة فرد واحد و قاله you may have lived in the shop احتمال تكون سبتها في المحل perhaps you left it in the shop i was surprised that Sarah wasn't at the meeting انا كنت مستغرب جدا ازاي سارا ما كانتش في الاجتماع she might have not known about it امكين ما كانتش عارفة عن الاجتماع ده حاجة perhaps she didn't know i wonder why kulin wasn't such a bad mood yesterday انا بستغرب لي kulin كان مزاجه مش كويس مبارح هماية نرف been feeling well امكين ما كانتش حاسس انه كويس وكانتش حالته حلوة يعني perhaps he wasn't feeling well may have not and might have not والنفي بتاعهم باستخدامه عشان احتمالية في الماضي اي احتمال عايز تقوله في الماضي تخمين structure والتكوين بتاعه ايه بقى كل الضماير عادي زائد may or might زي ما هي و not لو نفي او مش موجودة و have والتصريف الثالث التصريف الثالث ده يطلع verbi to be تخدبين يطلع اي verbi تاني عادي done, known, seen وهكذا وكل دوب معناه الاحتمال كان كذا section c sometimes could be similar meaning to may or might احيانا بيكون لكود معنى مشابه جدا للمعنى بتاع may or might ازاي the phone is ringing it could be tim التلفون بيرن احتمال يكون tim it may or might be tim you could have left your bag in the shop احتمال تكون سبتشانطتك في المحل كود هنا خرجت شوى من معنى المقدرة بقت فيها احتمالية وهي برضو هنا ممكن تبقى معنى احتمالية بس في حاجة ثانية but current negative is different from may or might يعني لو قيت بقى تاخد could كnegative مش هتدي نفس المعنى بتاع may or might هتدي معنى المقدرة ازاي she was too far away so she couldn't have seen you لكانت بعيدة قوي بقى كانتش ينفع تشوفك it is not possible that she saw you ماينفعش انها كانت شفتك i wonder why she didn't say hello انا باستغرب هي ليه ما قالتش ازايك she might not have seen you احتمال ما شفتكش perhaps طيب شكرنا في seen you اكيد ما شفتكش فيه نوع من الاختلاف في المعنى فأكد في النف في النفي بتاعها غير may or might في النفي زي ما شوفنا درس خفيف قوي ما فيش فيه صعوبات كتير بيعتمد في المقام الاول على ما عرفتك بالمعنى بتاع ماي و might بس بمعنى الاحتمالية اللي موجودة في حاجة معين الاحتمالية دي ممكن تكون دلوقت لها علاقة عن دلوقت المستقبل وممكن يكون لها علاقة بالماضي الاحتمالية اللي لها علاقة بالماضي بتحط لها هافز الراتصريف التالت وبعد كده بتستخدمها بشكل بسيط قوي الدرس بتاع النهاردة بشكل عام مش شايف ان يفوه مشكلة ومفيش فيه صعوبات مع الدرس اللي جاي برضو عن ماي و might اعتقد الموضوع هيبه اوضح بشكل كامل طبعا كالعادة الاكسرسيز بتاع الدرس ده تلاقيه تحت في مع حل الاكسرسيز الدرس اللي فات اتمنى يعجبكو تفهموه ولو فهمتوه اتمنى تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان اوصلكو كل جديد ويا ريت تبلغوا غيركو بالدرس عشان اللي مستفدش يستفيد والى ان القاكم في لقاء اخر الى اللقاء